أجدد التحية بضيوف المشهد اليوم الكاتب والباحث جلال ورغي الصحفي الليبي عبدالله الكبير وأرحب أيضا بالكاتب والصحفي محمد أبو العنين ونبدأ بمقال للكاتب دكتور عبدالله معروف تحت عنوان ترامب ينوي إنشاء معبد يهودي في المسجد الأقصى دكتور عبدالله معروف معنا عبر سكايب أهلا بك دكتور عبدالله دكتور لماذا اخترت هذا العنوان لهذا المقال الذي يتحدث عن تداعيات فوز ترامب على القضية الفلسطينية يعني عند مناقشة ودراسة الظروف الموضوعية فعليا حول مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك في الفترة الثانية للترامب التي يتحضر لاستلامها في شهر يناير القادم يمكننا أن نقول فعليا أن قضية القدس وتحديدا الأماكن المقدسة على رأس المسجد الأقصى المبارك ستقفز إلى الواجهة بشكل طبيعي لماذا؟ لأن دولة الاحتلال اليوم كمفارقة في شكل الفترة الأولى لترامب وهذه الفترة الجديدة دولة الاحتلال الإسرائيل الآن فعليا تدار من قبل جماعات المعبد المتطرفة التابعة لتيار صهيوني الدينية وهو تيار خلاصي ديني لا يؤمن فعليا بالرؤى السياسي وإنما يؤمن بتحوير السياسة لأجل الدين وعكس ما كانت تعمل به فعليا الأحزاب سواء الأحزاب اليمينية القومية كحزب الليكود أو الأحزاب اليسارية العلمانية كحزب العمل الآن فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب في هذه المرة التيار الذي دعمه وأوصله فعليا إلى الرئاسة هو التيار الأفانجيليكان الخلاصي الديني المتحالف بشكل كامل مع التيار صهيوني الدينية في إسرائيل يعني هذا التيار حتى في إدارة في أثناء إدارة بايدن في شهر يناير الماضي تآخر يوم في شهر يناير الماضي 30 يناير 2024 كان قد استدعى فعليا الحاخامت ساحيمامو وهو أحد أقطاب تيار الصهيونية الدينية في دولة الاحتلال وجعله ضيف الشرف فعليا فيما يسمى في الصلاة المطنية في متحف الكتاب المقدس وهذا الكلام يعني أن الجماعات الدينية المسيحية التي تؤمن بشكل كامل بكل ما يؤمن به تيار الصهيونية الدينية في دولة الاحتلال الإسرائيلي فعليا هي ستسيطر الآن على الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط على البيت الأبيض وإنما على البيت الأبيض إضافة إلى مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكي فبالتالي هذا الكلام يعني أن الأجندة التي يقدمها تيار الصهيونية الدينية الحليف الأساسي لهذه التيار المسيحي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية ستكون موجودة على الطاولة لكن هذه المقاربات الأيديولوجية برأيك هل ستفرز وضع دولي أيضا مختلف لأنك لا تتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية فقط في هذه القضية هناك قوة عظمى روسيا والصين لهم مقاربة مختلفة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بالتأكيد سيد الفاطل لكن عندما يأتي الأمر إلى قضية الأماكن المقدسة في داخل مدينة القدس ينبغي علينا أن نستذكر ما فعله دونالد ترامب فعليا في السادس من شهر 12 ديسمبر عام 2017 عندما ألقى بكل التوازنات الدولية خلف ظهره وقال مباشرة اعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال وقال أنا أخرجت القدس عن الطاولة السؤال الذي يطرح نفسه الآن ما الذي يمنع دونالد ترامب أن يقول أنا أضع المسجد الأقصى طبعا وهذا الكلام ممكن ومعقول وبالعكس هو متوقع منه في الفترة القادمة لا ننسى فعليا هنا أن واحدة من أكبر الذين قدموا الداعمين لحملة دونالد ترامب وقدمت وحدها 95 مليون دولار وهي أديسون مادلين أديسون نعم مريام أديسون هذه الشخصية اشترطت على دونالد ترامب عندما قدمت له هذا المبلغ أن يعمل على ضمن الضفة الغربية بالتالي كل ما يتحدث عنه تيار صهيونية الدينية فعليا هو الآن موجود على طاولة ولكن الدول العربية موجودة وجامعة الدول العربية أكيد ستصدر بيان شديد اللهجة إذا قام ترامب بهذه الخطوة هل أعلق أم بلاش أعلق لا يعني أقصد إذا كان البيان ربما يكون جاهز من الآن أعتقد أن الشعوب العربية هي التي سيكون لها الكلمة الفصل الذي حصل في السابع من أكتوبر كان عنوانه طوفان الأقصى فإذا ما حصل اعتداء على المسجد الأقصى بهذا الحجم هل تعتقد أن ذلك لن يفجر الضفة الغربية بوجه الاحتلال في وجهة نظري سيد الفاضل هذا الكلام لماذا نطرحه منذ هذه اللحظة أمام الشعوب نحن لا نطرحه أمام الدول العربية التي متأكد تماما مثل ما أنت متأكد جاهزة بيانات الاستنكار جانف لأن الكتالوج نفس الكتالوج أصلا أنا بالنسبة لعندما نتحدث في هذا الموضوع نتحدث أمام الشعوب لماذا؟ السبيل الوحيد الذي أثبت أنه السبيل الأنجح فعليا لإفشال أي مخطط إسرائيلي وأمريكي في ما يتعلق بمدينة القدس والأراضي الفلسطينية والضفة الغربية والمسجد الأقصى مبارك بشكل أساسي هو الشعوب العربية والمسلمة هذا الكلام حدث سابقا دونالد ترامب اعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال عام 2017 ونقل السفارة إلى القدس وافتتح السفارة في مدينة القدس ولكن بعد هذه العملية في نهاية عام 2017 حدث في مدينة القدس فعليا أربع صدامات كبيرة جدا آخرها كان طفان الأقصى وبالتالي الأمور لن تمر على الشعوب فعليا ببساطة ربما لا تكون ردة الفعل مباشرة في ذلك الوقت ولكن أنا متأكد أن هذه الردة ينبغي أن تكون فعليا موجودة وأظن أن الظروف الموضوعية تتطور بشكل يومي ودراماتيكي فيما يتعلق في المنطقة وفيما يتعلق بالضغط الهائل الشعبي وكلنا رأينا فعليا أنه عندما يعطى الشعب مساحة للتعبير عن نفسه والتنفيس عن غضبه يمكننا أن نرى ما يمكن أن يحدث حتى أنه إذا رأى أن مجرد حتى مشجعي كرة قدم يشتمون العرب ويشتمون الفلسطينيين ويهاجمون العالم الفلسطيني أدى إلى اندلاع ما حدث أمس في أمسردام وبالتالي أنا أظن أن القضية عندما تتعلق بالمسجد الأقصى المبارك يمكن أن تشعل المنطقة حقيقة على يد الشعوب العربية والمسلمة ولكن بشرط أن تكون واعية لما يجري وأن تكون فاهمة لما يحدث بالدرجة الأولى وهذا هو المقصد الأساسي للفت النظر منذ هذه اللحظة عن ما يمكن أن يجري فعليا في إدارة ترامب القادمة مع أنه لن يستلم حتى قبل العشرين من شهر يناير القادم ولكن منذ الآن سيبدأ التحضير فعليا لهذه الأحداث خاصة أننا على أبواب أول موسم يعني اعتداءات من المستوطنين على المسجد الأقصى المبارك في الشهر القادم وهو موسم الحنوكة وبالتالي أظن أن الأمور ينبغي أن تكون واضحة أمام شعوبنا وهي المفتاح الوحيد فعليا لغلق هذه القضية وإيقاف إثارة الردع الشعبي فعليا وإيقاف هذه الطموحات الإسرائيلية والأمريكية في نفس الوقت في المسجد الأقصى المبارك الكاتب الفلسطيني دكتور عبدالله معروف القضية الفلسطينية صلبها عمودها هو القدس والمسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين المسجد الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى هذه المساحة التي يستطيع المسلمون أن يعبروا عن تضامنهم مع القدس إذا ما قام ترامب بمثل هذه الخطوات هي التي حتى يمكن أن تبرر لهم الانتفاض حيال سياسات حكومية متخاذلة مع فلسطين جلال ألا تعتقد بأن الانتفاض من أجل القدس له ربما شكل آخر حتى في أحلك الظروف كانت الوقفات من أجل القدس مستمرة يعني لا يوجد أي مبرر لأن لا تنتفض الجماهير المسلمة في أي مكان إذا ما تم اعتداء على القدس بمثل هذا الحجم الذي تحدث عنه دكتور عبدالله معروف الحقيقة هو الانتفاض من أجل دم الإنسان أولى ولكن رغم ذلك رغم ذلك المسلمون باستمرار تستفزهم المقدسات نحن للأسف شديد رأينا حزب الله يستنفر قواته من أجل الدفاع عن مرقة زينب السيدة زينب في سوريا وفعل ذلك ليستبيح آلاف دماء السوريين ولكن رغم ذلك تبقى القدس لها عنوان قبلة ثالث الحرمين الشريفين وبالتالي بالتأكيد أنه سيستفز ترامب بهذا التوجه إن حصل وتقديري أنه قد لا يحصل لأنه مثل ما قلنا جمال في البداية أنه صحيح ترامب قد يغامر ببعض السياسات وصحيح أنه إسرائيل قد تغامر ببعض السياسات التوسعية والاستيطانية ولكن بالتأكيد ستكون هي الخاسرة الأساسية من هذه المغامرات لأنه مثل ما أشرنا لا يمكن بأي حال من الأحوال وهذه قناعة وصل إليها الأباء المؤسسون لهذا الكيان اقتنعوا بأنه لا يمكن حسم المعركة مع الفلسطينيين وإنما إدارتها بالحد الأدنى من أجل الحفاظ على هذه الكيان أي محاولة للتقدم ستكون هي في الحقيقة يعني ضق مسمار في نعش هذا الكيان وفي خلخلته من جديد ولذلك هناك أصوات مثل ما قال الأستاذ محمد أصوات كثيرة تبدو صادرة عن العقالة في إسرائيل من أجل كبح جماح هذه المغامرات التي يريد نتنياهو أن يذهب بها بعيدا ويمكن حتى أن تكون على حساب هذه الكيان ومستقبل ووجود هذه الكيان لكن الاستطلاعات ما زالت تجير إلى أن المجتمع الإسرائيلي يميل نحو التطرف وأن أغلبية تفضل أحزاب يمينية وتطرف ولذلك نحن أشرنا العقالة وعلى كل حال لعل هذا الكيان بهذه التناقضات وهذا التطرف الذي يكتنفه يعني يدمر نفسه بنفسه عملية انتحار ذاتي لأنه في نهاية المطاف كل المجتمع الدولي صحيح أنه يتعاطف مع الرسمي أقول يتعاطف مع إسرائيل يدعمها يقف إلى جانبها ولكن لا يستطيع أن يقول أنه ليس الفلسطينيين الحق في قيام دولة ليس الفلسطينيين الحق في الضفة الغربية وغزة وفي الدفاع عن أنفسهم هذا لا يستطيع ويعني تقريبا لا أحد في المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية يعني تستطيع يعني يمكن أن تتجرأ وتقول غير هذا الكلام وهذا يجعل مغامرات ترامب في تقديري إذا ذهب إلى مثل هذا المذهب يعني يضع إسرائيل ويضع الولايات المتحدة الأمريكية في معزق وأعتقد أنه من غير مفيد كمان دفع هذا التصور للأمام كما ننتقد الطرف الآخر عندما يؤسس دعواه على سرديات دينية نحن نؤسس سردياتنا ودفعنا عن القدار الفلسطينية على أنه حقوق مشروعة للشعب تحت الاحتلال لا على أساس مشاعر دينية تدفع البعض إلى التطرف في بعض التوجهات وبالتالي هذا الضابط لابد منه وذلك هناك ضابط ديني لا يمكن إنكاره لأن القدس التي تحوي المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى هذا ضابط محرك للمسلمين في كل مكان ويجب أن يكون محركا لمواقف الدول العربية والإسلامية رسميا لماذا لا لوم الآخرين عندما يتحدث بن يمين نتنياهو عن العماليق ووجوب صحق هؤلاء العماليق لأنه موجود في التوراة نتحدث عن سردية ثابتة في الدين الإسلامي ثابتة بقبلة المسلمين الأولى في القدس أنت لا تحدث عن أوهام أنا لا أنكر هذه السردية أنا لا أنكر هذه السردية أنا أقول أن تأسيس القضية الفلسطينية كنضال مشروع لشعب تحت الاحتلال هذه الصيغة يدركها العالم كله ويدافع عنها ولا يتناقض مع أن القدس وقرار الدولة القدس الشرقية خارج الاحتلال هو إذا عدنا بما أننا كد ذكرنا القدس إذا عدنا إلى 2017 عندما اعترف ترامب بأنها عاصمة موحدة لكيان الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية هناك لا أحد من حلفاء أمريكا وافق على هذه الخطوة في مجلس الأمن 14 دولة رفضت يعني أمريكا وحيدة تغرد حتى ترامب نفسه يعني كان خطابه ملتبس في القضية إلى حد الآن غير قادر على أن يؤكد على أن القدس يعني كلها هي إسرائيلية يعني في كثير من التصريح ترامب نفسه ترامب نفسه يعني تراجع لكن أشير جلال لجهة أنه يعني ضمنه أنه فكرة أن القدس الشرقية هي عاصمة صح قد يتغير قد يتغير لكن يجب أن نضع بحسباننا بأن ترامب في هذه الولاية ليس ترامب في عام 2016 ترامب الآن لديه أغلبية مريحة في مجلس الشيوخ أغلبية بسيطة ولكنها أغلبية حتى الآن في مجلس النواب معظم حكام الولايات من الجمهوريين هذه هي الولاية الأخيرة له لا يوجد لديه ضغط يعني كما كان في المرحلة الأولى ولا يوجد لديه ممانعة من تنفيذ سياساته مهما كانت متطرفة لنرى كيف سينعكس ذلك على لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي وسع عدوانه على لبنان والذي دخل يومه الرابع والأربعين على التوالي المتحدث باسم جيش الاحتلال أصدر انذارات بالقصف على جميع السكان في منطقة الضاحية الجنوبية ليلة عمس نتابع في المقابل كثف حزب الله من قصفه لبلدات الشمال ومدينة صفد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كما يواصل حزب الله التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة جنوب لبنان ويمنع تقدمها ويكثف من هجماته الصاروخية على المواقع العسكرية والبلدات الحدودية في المقابل تبحث حكومة الاحتلال عن مواجهة فصائل عراقية موالية لإيران من أجل ضربها وذلك في ظل ازدياد هجماتها التي نفذتها مؤخرا كما أوردت أيات البث الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي ينذر بقصف كل مناطق الضاحية الجنوبية وحزب الله يرد في حيفا وعكا وسع الجيش الإسرائيلي عدوانه الواسع على لبنان والذي دخل يومه الرابع والأربعين على التوالي إذ أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي انذارات بالقصف إلى جميع السكان في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في المباني بالأوزاع وحر تحريك وتحويط الغدير وحدث بيروت وشهدت منطقة الأوزاع في بيروت حركة نزوح كثيفة بعد التهديدات الإسرائيلية التي أعقبتها غارات وهجمات عنيفة إذ قصف الطيران الإسرائيلي منطقة الأوزاع على مقربة من مطار بيروت الدولي كما تعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت لسلسلة غارات إسرائيلية وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارات على البقاع وبعلبك أسفرت عن سقوط أربعين شهيدا وثلاثة وخمسين جريحا وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أفادت في وقت سابق بارتفاع عدد الشهداء إلى ثلاثة آلاف وخمسين والجرح إلى ثلاثة عشر وستمائة وثمانية وخمسين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى ذلك يواصل حزب الله التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في مناطق جنوب لبنان ويمنع تقدمها كما كثف من هجماته الصاروخية على المواقع العسكرية والبلدات الحدودية الإسرائيلية وكذلك إطلاق رشقات صاروخية وتنفيذ هجمات بالطيران المسير على العمق الإسرائيلي في حيفا وعكا إسرائيل تدرس توجيه ضربات مباشرة لفصائل موالية لإيران في العراق تبحث إسرائيل مهاجمة فصائل موالية لإيران في العراق من أجل الإضرار بالأنشطة الإيرانية هناك وذلك في ظل ازدياد الهجمات التي نفذتها مؤخرا جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة كان أحد عشر مشيرة إلى أن عدد الهجمات التي نفذتها الفصائل الموالية لإيران في العراق ضد إسرائيل أدى إلى إثارة جدل بشأن ما إذا كان سيتم الهجوم عليها على أراضي العراق من أجل الإضرار بالأنشطة الإيرانية هناك يأتي ذلك فيما تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على العراق للتحرك بمفرده ضد هذه الهجمات والتي ضرب بعضها أهدافاً أمريكية في العراق كذلك وفي نهاية الشهر الماضي أوردت تقارير إسرائيلية أن طهران تخطط لتنفيذ هجوم على إسرائيل من العراق خلال أيام باستخدام مئات المسيرات والصواريخ الباليستية إذن كما أورد التقرير وزارة صحة اللبنانية أفادت بأن الغارات على البقاع وبعلبك أسفرت عن سقوط أربعين شهيداً وأفادت الوزارة عن ارتفاع عدد الشهداء اللبنانيين إلى ثلاثة آلاف وخمسين كما أفادت بارتفاع عدد الجرحة إلى ثلاثة عشر ألف وستمائة وخمسين جريحاً منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان في العام الماضي يبدو بأن الاحتلال الإسرائيلي قد استنفذ كل أهداف القصف على لبنان هذه الأهداف غير المعلن لأن الهدف المعلن نتنياهو قال هو عودة سكان الشمال إلى مستوطناتهم هذا الهدف لم يتحقق بن يمين نتنياهو قال إن الهدف هو القضاء على حزب الله حزب الله يقصف حيفا ويقصف عكا ويقصف صفد اليوم المسيرات أيضاً تصل إلى العديد من البلدات في الشمال الفلسطيني المحتل ما قصدت ببنك أهداف هو وضع بالتأكيد بنك أهداف لتدمير عدد من البنى التحتية التي يدعي بأنها لحزب الله تأثير على ربما الحاضنة الشعبية لحزب الله بالدمار الواسع الذي أحدثه في الضاحية الجنوبية والنبطية لكن ماذا بعد ذلك؟ يعني ما الذي جلال لم يتبقى للاحتلال الإسرائيلي أن يفعله في لبنان لمواصلة العدوان؟ هو في الحقيقة جمال أزمة نتنياهو كما في قطاع غزة هي في الشمال أو في جنوب لبنان وهو أن الأهداف هلمية يعني لا يستطيع أن يزعم بأنه حقق أهداف واضحة في قطاع غزة ولذلك يستمر القصف وفي الشمال أيضا نفس السيناريو وهذا يعود لأسباب كثيرة جمالا أولا حالة الاستنزافة التي عليها الكيان الإسرائيلي على مستوى العسكري والذي بات يقاتل على جبهتين إلى جانب هذا إدارة مقاتل وحزب الله للمعارك بطريقة ذكية جدا بعد استعابهم وامتصاصهم للضربات الأولى التي كانت قوية وعنيفة من قبل إسرائيل إلا أنهم نجحوا في احتوائها ثم في إدارة المعركة ضد القوات الإسرائيلية التي حاولت في كل مرة التواغر في جنوب لبنان وتلقت إسرائيل ضربات حقيقية وما زالت اليوم ونحن نتحدث هناك مسيرات تنطلق إلى الجليل الأعلى وصفرات الإنذار تنطلق حتى في أماكن كان فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم في زيارة لأحد المشافي في الشمال اضطر للهرب والاختباء بالملاجئ يعني الهدف الأساسي يبدو بأنه ليس فقط لم يتحقق وهو عودة سكان الشمال إلى ملاجئهم بل تحقق عكسه أي زاد الوضع زاد الطين بلة كما يقال نعم والدليل على ذلك أنه السواريخ باتجاه حيفا وباتجاه مناطق غير مسبوك قصفها بات الآن معتاد وبالتالي وسع نتنياهو بتوروته في جنوب لبنان وسع المناطق المستهدفة من قبل المقاومة كانت بعض المناطق المحدودة في ما يسمى الشمال إسرائيل باتت تقريبا في كل المناطق بما في ذلك قبل يومين في المطار في المطار نفسه يعني الأمر الآخر بالتأكيد أنه هناك يعني أسرار من إيران على منع انكسار المقاومة باعتبار تلك الجبهة تمثل جبهة متقدمة لإيران في مواجهة إسرائيل وهذا يحسب لإيران نعم وهذا يحسب لإيران في أحلك الظروف وتستمر بدعمه نعم إلى جانبي هذا بعد تورت إسرائيل في هذا التوغل في جنوب لبنان وأيضا قصف حتى بيروت يعني بالتأكيد لا نستطيع أن ننكر الضغط الدولي الذي مورس على نتنياهو من أجل أن يحدد ضرباته ويقلسها لا أن تكون عملية أرض محروقة يمكن أن تطال الجميع وخاصة أن الدور الفرنسي والأمريكي كان واضحا في أنه يجب استبعاد بيروت من هذه العملية أنا أختلف ربما معك جلال جزئيا لأن الوضع في لبنان مختلف عن غزة هو بالنسبة لغزة كل غزة مستباحة للاحتلال الإسرائيل لبنان وضع مختلف ديمغرافيا وجغرافيا في لبنان هناك مناطق محسوبة على بعض الأطراف المسيحية لبعض زعماها أصلا يؤيدون إسرائيل أما المناطق المحسوبة على حزب الله فهو دمرها الضحية الجنوبية الآن مدمرة بشكل كامل مدينة النبطية شبه مجرفة القرى المحاذية أيضا تم تدميرها وبعد ذلك ما الذي تبقى هذا؟ الأمر الآخر فقط النقطة الأخيرة التي أردت أن نشير إليها نحن الجمال نتذكر قبل أسبوعين قال المسؤولين للسرائيليين بأنه بقي أسبوعين ثم ستنسحب إسرائيل من هذه العمليات بشكل تقريبا شبه كامل الآن مرة أسبوع في تقديري أن العمليات لن نتوقع أن تتوسع أكثر بالعكس تماما بعد أن أدرك الإسرائيليون بأنه لا يمكن في نهاية المطاف حسم هذه المعركة ولا يمكن عودة ما يسمى بالنازحين الإسرائيليين إلى قرىهم في الشمال بالعمل العسكر في تقديري إسرائيل سيعيد التفكير بشكل جد ولكن ليس قبلوا بالنازحين من الشمال هذا الشعار الذي رفع نتنياهو وقد أشعر الحرب مع جنوب لبنان ومع حزب الله الأمس أو اليوم تقريبا في صحافة كيان الاحتلال يتحدثون عن هذه العودة قالوا بما أن الآن كنتم هاربين من الصواريخ حزب الله الآن الصواريخ تصل إلى كل مكان حتى وأنتم نازحون في وسط فلسطين وفي تل أبيب وفي ضواحي تل أبيب تصلكم من الصواريخ إذن عودوا إلى الشمال وعندما تدوي صفرات الإندار تذهبوا إلى الملاجئ مثل ما يختبئون في حيفا مقترح لعودتهم إلى الشمال لأنا أعتقد أن تكتيف ضربات الاحتلال على الضحية الجنوبية وعلى جنوب لبنان يأتي في إطار محاولة إخضاع الجانب المستوى السياسي لدى حزب الله بقبول الشروط الإسرائيلية لوقف إطلاق النار أن تكون هناك قوات من كيان الاحتلال مع قوات اليونيفيل وأن يبتعد بل تم توسعها كمان وأنه نأتي بقوات من الهند من الهند بالضبط وأن يسمح لطيران كيان الاحتلال بأن يقوم بطلعات جوهية مفتوحة بدون قيود بدون قيود عدم بناء حزب الله بالضبط بالضبط لكن طبعا رفض حزب الله رفض هذه الشروط ونبيه بري في آخر لقاء مع المبعوث الأمريكي هولشتاين يلا لا مفاوضات قبل وقف إطلاق النار لكن هوشتاين مودع من سهل في إسرائيل تعتقد أن حد سيستمع الآن إلى هوشتاين يا سيد الفاضل هذه المعركة الآن هذه الأرض لا تدار من الولايات المتحدة الأمريكية هناك جزء كبير مفتقد في هذه الألية حزب الله لا يدار بهذه الطريقة ولا ينصع لهذه الطريقة حزب الله ربما ينصع للتباينات الأيديولوجية الداخلية الموجودة في لبنان والتي تشبره ربما على تحجيم تحركاته إلى حدود معينة تحجيم ردوده الاستراتيجية بطريقة معينة ما أريد قوله للأضافه أستاذنا الفاضل فيما يتعلق بفكرة الحرب وماذا يريده من الحرب هو لم يكن يريد الحرب لأنه غايته الحرب بقدر ما كان يريدها لتحقيق أهداف رئيسية هذه الأهداف هي إسكات مدافع حزب الله هل أسكتت مدافع حزب الله وتم التخلص من مائة وخمسين ألف سنة جمال بعضها متقدم تكنولوجيا وقدر على إصابات مباشرة في بعض الأماكن ولكن الضبط أيضا الأيديولوجي لحزب الله يجعل من هذه الضربات محدودة وموجهة لمناطق عسكرية معينة لأنه يدرك التباين في القوة ما بين الأطراف أنا إضافة إلى أنه يعيد السكان مرة أخرى إلى مناطق الشمال هل أعدهم؟ لم يعدهم الهدف من كل الحروب هو الجلوس على مائدة المفاوضات لكن هل هذا هو الوقت المناسب للجلوس على طاولة المفاوضات؟ هل تعتقد بأن ما تبقى من وقت لإدارة بايدن سيمارس فيه ضغطا على الحكومة الإسرائيلية لإنجاز اتفاق على اعتبار بأن بايدن أيضا ليس لديه ما يخسره أو على الأقل هو قد خسر مع كاميلا هارس الرئاسة ربما جزئيا بسبب سياسته حيال قطاع غزة نقطة لا يمكن إغفالها على الجانب الميداني الميداني والاستنزاف والضربات التي يوقعها حزب الله بكيان الاحتلال يخشون هزيمة 2006 مزارة حاضرة في ذاكرتهم ويخشون من أن يضطروا تحت وطأة هذه الضربات إلى التراجع دون أن يحققوا أي اتفاق أو أي هدنة توقف هجمات حزب الله على شمال رسول لكن أن يترك نتنياهو ووقف إطلاق نار بقرار يوضع برصيد بايدن وكاميلا هارس هذا أمر مستبعد حاليا سيد الفاضل سؤالك يتجاهل جزء رئيسي أو من يسألون هذا السؤال يتجاهلون ما يطلق عليه السياق بايدن عندما دعم الكيان الصهيوني بشكل غير مسبوق على المشتوى الأمم المتحدة وعلى مشتوى الدعم اللوجيستي وعلى مشتوى السلاح وعلى مشتوى العسكري كل هذه المشتوات لم يكن مدفوعا بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية بل كان مدفوعا بتصوراته هو الدينية والتي لا تتغير والصهيونية بل بالعكس ربما تكون بعض المؤسسات الاقتصادية ترى أنه فقدان الولايات المتحدة الأمريكية لبعض ما يطلق عليه دورها كوسيط في منطقة الشرق الأوسط ربما يؤثر على فعاليات الولايات المتحدة الأمريكية ويفتح الأبواب الخلفية أمام القوى الصعيدة الجديدة كالصين وروسيا أنا أقول هذه تصورات بمعنى آخر أنه لن يغير بايدن لا أدواته ولا أشكاله لكن هذا لا يعني بالضرورة سيد محمد بأنهم لا يريدون وقف اطلاق نار هم يريدون وقف اطلاق نار وفق ما يراه بايدن حماية لدولة الاحتلال الإسرائيلي بل حماية لها من المتطرفين أمثال نعم من نفسها من نتنياهو بن كفير وسموتريج هناك مأزق حقيقي تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن لأنها لا يتوقع على ما يبدو أنها تستطيع أن توقف الحرب حتى في الجبهة الشمالية لماذا؟ لأنه أصلا عنصر التواصل بين إدارة بايدن وإسرائيل هي غالان تم إقصائه إلى جانبي هذا إذا عطفنا هذا القرار الذي صدر عن نتنياهو من ورطة نتنياهو نفسه نتنياهو يبدو أنه لا يريد وقف الحرب بأي شكل مشكل يريد أن يبقي الأزمة مفتوحة لأنه لا يريد أن يواجه استحقاق وقف الحرب سواء لجهة غزة أو لجهة الجبهة الشمالية لأنه يعني يخاف من مصير ينتظره بعد ذلك ولذلك هو يدير الأزمة ويتماد فيها ويحاول أن يبقيها متمادية أكثر ما يمكن مدفوع بحسابات الشخصية تماما والآن مع أزمة التسريبات مع أزمة التسريبات التي تكبر هكذا تسقط البلدان هكذا تسقط البلدان يعني عملية إسرائيل رهينة في يد نتنياهو وعندها لن ينفعه ترامب بالمناسبة لن يتوقع أن يقف بوجه القضاء الإسرائيلي عندما يتحدث أحد أهم علماء السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ربما سئل في أخلقاء الاسم يغيب عن ذهني الآن عندما سئل في أخلقاء هتصوت لمين فقال لهم لا حصوت لا لهاريس ولا لبيضن لا لهاريس لا لترامب ولا لهاريس وقيل له لماذا قال لأن الأول دعم الإبادة الجماعية والثاني يؤيد ضم الضفة الغربية وهذا منطق تدميري لماذا؟ لأنه ينصح لتوجهات اليمين العنصري الديني المسحاني الخلاصي وهنا تتشابك المسحانية الخلاصية اللي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية بهذه التوجهات الدينية أيضا اللي موجودة في إسرائيل وبالتالي يدفع المجتمع إلى الخلاص هذا الكاتب والباحث الرئيسي في العلوم السياسية أشار بشكل واضح إلى أن النموذج الإسرائيلي سينهر من الداخل وليس من الخارج سينهر تحت وطء التصرفات اليمين المتطرف الذي يزيد الانقسام داخل المجتمع ويعمق له ما بين الألمانية نعم وفضائح بين يمين نتنياهو الآن ننتقل إلى العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية حيث قالت مصادر لموقع أكسيوس الأمريكي أن الرياض وواشنطن تتفاوض لصفقة كبيرة لا تتضمن إسرائيل وأن البيت الأبيض أرارد أن تتضمن الاتفاقية معاهدة دفاع أمريكية سعودية واتفاقية بشأن التعاون النووي المدني وخلصت إلى أن ولي العهد السعودي يرى أن الصفقة الضخمة لن تكون ممكنة سياسيا إلا في ظل إدارة بايدن مشاورات سعودية أمريكية لصفقة أمنية كبرى قبل تسلم ترامب الرئاسة قالت مصادر مطلعة لموقع أكسيوس الأمريكي إن الولايات المتحدة والسعودية تناقشان اتفاقية أمنية محتملة لا تتضمن صفقة مع إسرائيل في إشارة إلى تطبيع العلاقات بين الرياض ودولة الاحتلال وتابع الموقع بأن الاتفاقية لن تكون معاهدة دفاع مشترك كاملة لكن اتفاقا أمنيا يرغب ابن سلمان توقيعه قبل رحيل بايدن في العشرين من كانون الثاني يناير المقبل وقبل مجيء الرئيس الفائز دونالد ترامب ونوها إلى أن الرياض كانت تتفاوض مع واشنطن لصفقة كبيرة قبل أحداث السابع من أكتوبر تتضمن إسرائيل لكن العملية حولت الصفقة الثلاثية إلى أمر غير قابل للتنفيذ على الأقل في المستقبل القريب ولفت الموقع إلى أن البيت الأبيض أراد أن تتضمن الاتفاقية معاهدة دفاع أمريكية سعودية واتفاقية بشأن التعاون النووي المدني وخلصت المصادر إلى أن محمد بن سلمان يرى أن الصفقة الضحمة لن تكون ممكن سياسيا إلا في ظل إدارة بايدن استعجال سعودي لتوقيع اتفاقية أمنية مع إدارة بايدن قبل تسلم ترامب يستعجل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إبرام صفقة أمنية وصفت بالكبرى مع إدارة الرئيس بايدن يراد لها النضوج خلال فترة الشهرين المتبقية من عمر ولاية الديمقراطيين في البيت الأبيض اللافت في المباحثات أن الرياضة ترغب بإبرام الصفقة قبل مجيء المرشح الفائز بالانتخابات الأمريكية دونالد ترامب وهو ما يبدو لغزا سياسيا خصوصا وأن إسرائيل ليست طرفا فيه ولا حتى ما يتعلق بملف التطبيع السعودي الإسرائيلي أو مستقبل حلول الدولة الفلسطينية ويبدو أن الاتفاق لن يكون شاملا بل سيقتصر على ملفات دون أخرى ومن هنا قالت المصادر إن مستشار الأمن القومي السعودي مسعد بن محمد العبيان زار البيت الأبيض الأسبوع الماضي والتقى بنظيره الأمريكي جيك سوليفان ومستشاري بايدن بريت ماكوغروك وعاموس هوكشتاين إلى جانب اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وتركزت المحادثات في البيت الأبيض وفقا للمصادر على العلاقات المتبادلة بين الولايات المتحدة والسعودية خصوصا حول اتفاقيات أمنية تكنولوجية واقتصادية يرغب الطرفان التوقيع عليها قبل مغادرة الرئيس بايدن البيت الأبيض وقال أحد المصادر إن الاتفاق الأمني الذي تمت مناقشته في الاجتماع كان منفصلا عن الجهود المبذولة للترويج لصفقة ضخمة تشمل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية وقال المصدر إن الفكرة تتمثل في صياغة اتفاقية أمنية ثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية على غرار الاتفاقيات التي وقعتها إدارة بايدن مع دول أخرى في الخليج خلال السنوات الأخيرة وعلى الرغم من أنه ليس هناك وقت كثير للموافق على هذه الاتفاقية وعرضها على الكونغرس وبعد ذلك المصاغ دقاء عليها والكونغرس تغير الآن الكونغرس الأمريكي أغلبية جمهورية ومجلس النواب أيضا به أغلبية حتى الآن أغلبية جمهورية لكن قد يكون في إشارة أكسيوس إلى تلك المصادر بعض المصداقية فيما يتعلق بسعي الولايات المتحدة الأمريكية لإبرام اتفاقية مع قطب إقليمي كبير كالمملكة العربية السعودية اتفاقية أمنية في ظل مقاربة الإدارة الديمقراطية للخطر الاستراتيجي القادم من الصين فقد يكون أنها تريد أن تبني تحالفات استراتيجية طويلة الأمد مع السعودية يمكن تحقيقها من خلال هذه الاتفاقية بعيدا عن التطبيع الذي أوقفته فعلا الحرب على قطاع العدوان على قطاع غزة وطوفان الأقصى من هذه الزاوية قد يكون هناك ربما مبرر لإدارة بايدن الإسراع بهذه الاتفاقية ما رأيك جلال؟ الحقيقة أنا لا أميل لمصداقية هذا التقرير وإنما قد يكون للضغط على حكومة ناتنياهو لأن حتى المفاوضات التي جرت خلال العام خلال العدوان طيلة الأشهر الماضية كلها كانت معنية تماما بأن تكون شاملة وإسرائيل جزء منها وهو ما يسمى بالتطبيع وطبعا بالتأكيد مواقف ناتنياهو كانت باستمرار في التسريبات حول المفاوضات التي جرت وبشكل مكثف في جدة وزيارة بلينكن المتتالية وزيارة وفودة أمريكية متتالية إلى الرياض إلا أن ناتنياهو يبدو كان باستمرار عائق لأن ناتنياهو كان يرفض أن تقدم عروض أمنية استراتيجية من الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية خاصة موضوع النووي حتى إذا كان للخيارات السلمية والعلمية هذا نفسه اعترض عليه لم يوافقه إلى جانب هذا موضوع حل الدولتين أيضا رفضه هم جلالب سريعا لم يوافقوا على أن تتملك الإمارات مع ما وصلت إليه في التطبيع ألف ألف خمسة وثلاثين طائرات أف خمسة وثلاثين لم توافق حتى الآن إسرائيل على أن تمنح أمريكا هذه الطائرات للإمارات ولذلك أنا الحقيقة إما أن يكون الحديث على مجرد اتفاق عادي جدا لا قيمة له استراتيجية أو أن يكون هذا التقرير هو ضغط من الجهات أمريكية والسعودية على إسرائيل على حكومة نتنياهو تحديدا من أجل تقديم التنازلات في العلاقة أنا أمين لذلك سيد عبد الله أنه فعلا فقط للضغط على نتنياهو من أجل المضي في وقف اطلاق نار يعني أنه إذا لم توافقوا على وقف اطلاق نار فنحن لن نربط موضوع التطبيع مع السعودية بالاتفاقية الأمنية وسنبضي في اتفاقية معها دون التطبيع هو ربما يكون وارد في إطار الضغط لكن إبرام اتفاقية أمنية بين أمريكا والسعودية دون وجود لكيان الاحتلال فيها هذا مستبعد تماما طيانا ما هو الثمن؟ يعني سألقع اتفاقية أمنية وتلزمني بالدفاع عنك عند التعرض إلى أي عدوان وأنت مهدد من الحوثيين الثمن عندها مليارات كثيرة لا غير هذا الثمن التطبيع هو صحيفة معاريف بالمناسبة صحيفة معاريف نفس هذه الرواية مع بعض الاختلاف قالت أنه خلال الفترة المقبلة تقصد عندما يستلم ترامب الخطوة الأولى في التطبيع أو في العودة إلى مصار التطبيع فتح ما يشبه مكتب العلاقات الإسرائيلي في الرياضي ولن يكون في حي السفارات ولكنه سيكون بمتابة سفارة هذه هي الخطوة الأولى ربما تمهد لعقد اتفاق أمني لكن هذا الثمن لابد أن يدفع لابد أن تكون هناك لأن الاتفاق إذا كان سيتضمن مشروع نووي حتى وإن كان لغراض سلمية لابد أن تكون حكومة الاحتلال حاضرة للإشراف عليه ومراقبته في تقديري أنه لو أن هذا التقرير يحمل حتى مساحة من الواقعية فإنه يطفي مزيد من الإخفاق على المؤسسية الديمقراطية وعلى العقلية التي تدير الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه سيكون إخفاق كبير جدا جدا ويطفي مزيد من الفشل على هذه الإدارة ويعثر من مهماته القادمة لأنه يقال أن الحزب الديمقراطي في مرحلة إعادة صياغة لرؤيته مرة أخرى ولرؤية التقدميين داخله فإذا كان هذا الطيار يدفع بهذا الاتجاه لإبرام ليس لهذا الاتفاق الذي لا توجد له لا روافع سياسية ولا ضواغت يعني ما هي الروافع السياسية لإبرام اتفاق مع المملكة العربية السعودية في هذا التوقيع الرافع الوحيد أو الضغط الوحيد كان إسرائيل تفضل إذا كان الموضوع الضغط على كيان الاحتلال هو بايدن قبل أن يغادر موقع على صفقة أسلحة بقيمة 18 مليار 18 مليار وقع على الاتفاقية وبالتدار لموافقة الكونغرس عليه أي ضغط يعني ما فيه شيء ضغط يعني بهذا يعني كيف نتصور أن يأتي اتفاق يدير مفاوضاته من الجانب الأمريكي عموس هوكستاين هوكستاين يعني الفريق السهيوني الذي لا يمكن أن يقدم للسعودية والفريق أكثر فشلا نعم ولا يمكن يعني تماهي مع إسرائيل لا يمكن أن يقدم أي تنازلات وأي يعني هذا يطرح التساؤل على الموقف السعودي لما كل هذا التهليل بعودة ترامب إذا كان ترامب سيكون أقصى من صهاينة بايدن والإدارة الحالية على المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالاتفاق الأمني تحديدا يعني ألم يكن الأولى بالمملكة العربية السعودية أن تتريف قليلا قبل التهليل بعودة ترامب إذا كان بايدن لم ينح هذا الاتفاق الأمني بسبب ربما أن إسرائيل لا توافق عليه فهل سيمنحها ترامب مثل هذا الاتفاق الأمني الذي يبدو أن إسرائيل لن توافق عليه إسرائيل لن توافق أن تكون هناك دولة عربية لديها سلاح نووي أو دولة عربية لديها ليست تفوق عسكري أو ربما سلاح عسكري متطور حتى لو كانت حليفة لها ومطبعة لها كالإمارة العربية المتحدة أنا في تخديري بشكل غير مباشر يجيب على هذه التساؤل وهو أن السعودية في الحقيقة تريد أن تتخلص من هذه المرحلة وهذا عبر عنه حتى ولي العهد في الكتابة يعني لي بلينكين في الكتابة يعني تريد أن تنيه حالة الحرب السعودية تعتقد أن رؤية 2030 تضررت جدا بغض النظر على وجود الجانب التطبيع فيها أو لا السعودية منزعجة جدا من حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة لأنها تعتبرها شوشت على رؤية 2030 ولذلك تعتقد أن ترامب الأقدر يعني أبانا إدارة بايدن أنها غير قادرة لا على وقف الحرب ولا على التهدئة بل توسعت الحرب تدريجيا لتشمل العراق وإيران ولبنان وسوريا واليمن بينما السعودية رؤيتها ترتكز على الاستقرار والتهدئة ولذلك تعتقد يعني وصلت إلى خلاصة وهذا يعني إجابة على التهليل بين ذفرين إذا كانت فعلا هي هللت بشكل مبالغ فيه يعني اعتبار انتقال السلطة إلى ترامب في تصور أنه سيكون الأقدر على وقف الحرب وهو نفسه إذا ترامب نفسه قال أنه سيوقف الحرب في أوكرانيا نعم لكن السعودية وضعت شرط الدولة الفلسطينية أو مسار دولة فلسطينية هل سيعطي ترامب المملكة العربية السعودية مسار دولة فلسطينية أو سيوافق على دولة فلسطينية دولة فلسطينية بدون جيش دولة هجة بدون دولة بدون دولة بدون دولة وبعدين أن التهدئة هو سؤال مهم هل الأولوي للتهدئة وليست لمصار دولة أو مسار حل القضية الفلسطينية لماذا رحبت السعودية وحتى الإمارات بينما هناك قلق في قطر بعودة ترامب الإجابة بوضوح مصالح اقتصادية ومصالح مالية بين الشركات التابعة لترامب ولصهره ولأقربائه مع السعودية بالمليارات مصالح ضخمة جدا ولا تنسى أن هذا الشخص أنا لا أعتبر أنه مع مصلحة أمريكا هو مع مصلحته الشخصية قبل كل شيء وبالتالي هذا الشخص هذا الرجل يمكن شراءه بالمال يعني أول في حملته الانتخابية سأمنع من دخول المسلمين وشن حملة نعم وبعدين طلع في خطاب قلسة أزور السعودية أول دولة زارها السعودية لأنه وعدوه بعقود عسكرية ب450 مليار هذا الرجل يمكن شراءه بالمال يعني رجل تاجر إذا كان أضيف فقط للجزئية اللي أضافها الأستاذنا الفاضل فيما يتعلق بفكرة لماذا هناك لهجة من التهليل ربما في بعض البلدان الأكثر اشتبدادة ليس في المنطقة العربية فقط ولكن في العالم كله أنا في تقدير القادية الفلسطينية ربما لا تكون جزء من تصورات الإدارة السعودية ولا جزء من تصورات كثير من البلدان العربية هي تأمل في تهدئة الأوضاع لكن في نهاية المطاف ستتخلص من عبء كانت تعتقد أنه موجود سواء كان من طيار تقدم يوجه انتقادات ولو على سبيل ضمنية للممارسات التي تتم هناك قضايا حقوق الإنسان ستكون غير موجودة في المطلق قضايا البيئة ستكون غير موجودة في المطلق وبالتالي ستتخفف أعباء هذه الأنظمة وستطلق العنان لأداة القمع في تقديري دون حتى الضغط الشعبي والغضب الشعبي السامت لما يجري دون حتى وجود انتقاد شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث جلال ورغي الصحفي الليبي سيد عبدالله الكبير وكذلك الصحفي والكاتب سيد محمد أبو العينين متطرفوا حكومة بن يمين نتنيو يعدون ويرتبون لضم الضفة الغربية والتوسع بالتدمير والحرب على الفلسطينيين بعد فوز ترامب فهللوا وغنوا ورقصوا وطبلوا وللمفارقة بعد زعماء العرب شاركوا في التهليل والتطبيل فرحا بالعريس الجديد القديم ترامب الذي باع القدس لنتنياهو بثمن بخص ويدعم توسع إسرائيل فعلى ماذا تهللون وتطبلون وتطرفوا إسرائيل باع الوهم لترامب ويقبضون الثمن دعما مطلقا أما أنتم فتدفعون الأموال وماذا تشترون أسمعونا آراءكم في مواقعنا ومنابرنا على مواقع التواصل الاجتماعي نترككم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر